يا إخواننا هؤلاء أهل الباطن يلبس عليكم أرادوا أن يفسدوا عليكم دين الإسلام العلاق لا بد ننتجئ إلى الله لا ننتجئ لغير الله نخلص في الدعاء من اليوم نبدأ نتعلم لا تقرأ إلا في الكتب الصحيحة الموثوقة لا تنتظر تقول لابد أطلب العلم في المدينة أو في كذا لا أطلب الآن العلم أنت وأنت هنا في مدغشق أنقذ نفسك أنقذ أهلك إخوانك جيرانك نريد نجتهد نريد نتعاون نريد نكون أمة واحدة لا نهزم من الأعداء نكون حقا على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نترك عبادة رب العالمين لا نخاف إلا من الله لا نتعاة الصحيح لا نصدق الكهان لا نصدق الكهان لا يدخل الجنة إلا من كان عليه النبي صلى الله وسلم والصحابة رضا الله عليهم أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبيه محمد وعليه وصحبه وسلم أجزاكم الله خيرا شكرا